أبدأ عدد من الصحفيين والعملين في وسائل الإعلام المختلفة في محافظة الديوانية عن استياءهم من قرار وزارة الداخلية الاتحادية بمنع القيادات الأمنية ومدراء أقسام الإعلام بالتصرح لوسائل الإعلام واعتبر الصحفيون هذا القرار مخالفا للدستور العراقي وقانون حقوق الصحفيين ويسهم في حجب المعلومة عن الرأي العام في توضيح الأحداث الأمنية في المحافظة المشكلة أن الصحفي لا يستطيع الحصول على هذه المعلومة لكن في نفس الوقت نجد هناك وثائق وكم كبير من المعلومات الخطيرة جدا موجودة في شبكات التواصل الاجتماعي يعني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فقط تمنع معلوماتها أن تعطيها للصحافة الرسمية لكن الصحافة الغير رسمية والصحافة السوشيال ميديا والبيجات المشبوهة وهذا يندل على شدل على أن هناك نوايا غير صالحة من قبل بعض الموجودين في الأجهزة الأمنية يعني اليوم العمل الصحفي والإعلامي في العراق وفي محافظة الديوانية على وجه الخصوص حق من حقوق كفلو الدستور يعني سأتكلمويا كصحفي وأعلامي عملت في عدة مؤسسات إعلامية منذ كذا سنة وعضو نقابة الصحفيين يعني اليوم أتفاجأ أنا اليوم ويعني قرار يصدر من أعلى سلطة أمنية اتحادية وهي وزارة الداخلية بمنع قادة الأجهزة الأمنية لإدلاء بأي تصريح إعلامي بتحتاج مثلا إلى تأكيد إلى نفي المعلومة يعني سوى عمليات قتل أو خطف أو عمليات سرقة أو عمليات لها تماس مع المواطنين من الواقع الأمني تعمد في تغييب المعلومة الأمنية عن الصحفيين وعن الرأي العام اليوم نجد هناك تحجج بامتناع القادة الأمنيين في المحافظة من التصريح لوسائل الإعلام في أي موضوع أمني وأنتم تعرفون أن الصحفيين يبحثون عن المواضيع الأمنية التي لا تؤثر على الصالح العام ولا على الأمن القومي وهناك الكثير من المواضيع التي تستطيع الجزء الأمنية بالتصريح بها إلى أن هناك تحجج بعدم التصريح وبشكل قانوني فإن هذا الامتناع هو مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية الصحفيين وقانون حق الحصول على المعلومة الذي منحه القانون وأكيد وفقا للدستور العراقي والقوانين النافذة